هذا وتحت ظن القاهرة اليوم الأربعاء اجتماعاً لوزراء خارجية المملكة ومصر والإمارات والبحرين لمتابعة تطورات الموقف من العلاقات مع قطر وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أن الاجتماع الذي دعا إليه وزير الخارجية المصري سامح شكري يأتي في إطار تنصيق المواقف والتشاور بين الدول الأربعة بشأن الخطوات المستقبلية للتعامل مع قطر وتبادل الرؤى والتقييم بشأن الاتصالات الدولية والإقليمية القائمة في هذا الشأن